كانت مهنة صيد الأسماك ولا تزال المهنة الرائجة بين سكان مدينة الفاو وغيرها من المناطق المطلة على الخليج العربي وشط العرب لكن هذه المهنة تواجه اليوم أخطاراً كثيرة تهدد وجودها حيث يتعرض الصيادون بين فترة وأخرى لحالات احتجاز ومصادرة سفنهم من قبل خفر السواحل الإيراني والكويتي الصيادين بالوقت الحاضر بلا ونة الأخيرة ما قاموا يصيدون بعض سمج لأنه السلطات الإيرانية جاية تمنعهم هسا لو تبعوا على الشط ما تلقوا ولا صياد هسا لو الكاميرا توجه على الشط ما تلقوا ولا صياد ليش لأنه الصيادين الموجودين عندنا العراقيين ما يخلونهم الجانب الإيراني ما يخلونهم يعني لو يرمونهم لا يأخذون معداتهم لو يوقفونهم يذبون يأخذون بذيش لصفحة فمضطرين يعني مضطرنا صيد الأسماك كله السمج كله بطلناه الصيد كله بطلناه لأنه ما نقدر نخاف من السلطات الإيرانية تأخذني في الوقت ذاته اشتكي الصيادون من أن الحكومة لا تتدخل لوضع حد لهذه المشكلة فضلا عن المشكلات الأخرى المتعلقة بتوفير الوقود والمواد الاحتياطية لمراكب الصيد وإنقاذ أصحاب هذه المهنة من البطالة التي تهددهم لا يوجد دعم للصياد الشط موته وما يوجد صيد لا يوجد دعم للغاز الغاز انقطع من عدنه من 2009 حد الآن لتر واحد ما ماخذين هذا السماج قبل يجيب سماج للعلوة وينزل تشتري من عندها البغداد الناصرية كلها تسوق من العلوة الفاو هسا علوة الفاو صفحة ماكو كلها استيراد ومثلجات وكلها من الدول الجوار اثنين هسا كلها المشاكل معان منها إحنا إذا ماكو دعم للكادر هذا والعمال هاي البطالة من يعينها إذا ما تعين هاي الحكومة راحت حكمتين ماتت علينا ما سفادينا من عندها لا كادر اشتغال لا شيء قامت النوبة بالأسوأ كل ما تجي تجي بالأسوأ ما يحدث في الفاو يحدث أيضا في مناطق أخرى كقضاء أب الخصيب وناحية السيبة وغيرها النائب عن محافظة البصرة يحي السكيني قال إن التعديات السافرة التي تطال الصيادين العراقيين لم تجد أي موقف جاد من الحكومة في بغداد اليوم التعرض على هذه المهنة والتعرض على حياته صراحة فقدوا كثير من الأرواح لذلك اعتزلوا تلك المهنة نجد أن هناك مطالبات خجلة من الواقع العراقي من الحكومة العراقية ونجد تصاعد التعدي من الحكومة الإيرانية وحكومة الكويتية على الطواقم التي تصيد في مياه شط العرب يذكر أن عدد سفن الصيد قد تراجع بشكل مخيف نتيجة الأخطار التي باتت تحدق بالصيادين وتخذ الحكومة عن حمايتهم الأمر الذي يشكل خطر حقيقيا يعرض مهنة الصيد في البصرة إلى خطر الانقراط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر